اشتركوا في القناة عبد العزيز في بلده الثاني مملكة البحرين مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي شهدت حرصة واهتمام البلدين على تعزيزها في شتى المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين في ظل ما تلقاهم من رعاية ودعم من جلالة الملك المفدى وأخيه خدم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الأزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأشاد سموه بالمكانة المتميزة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن توركي الفيصل في ظل ما تحققه من نجاحات وتطور على كافة الأصعدة والمجالات مؤكدا سموه على حرص اللجنة الأولمبية البحرينية على تعزيز العلاقات مع نظيرتها السعودية تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين وعبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على ترأس الدورة الحالية لمجلس أصحاب السمو المعالي رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز العمل الخليجي المشترك بالمجال الرياضي معربا سموه عن سعادته البالغة باحتضان المملكة الاجتماعي المكتب التنفيذي وتمنيات سموه الخروج بأفضل النتائج اشتركوا في القناة